بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إذا وقعت في محنة كبيرة في حياتك على مستوى العائلة على مستوى العمل على مستوى الرزق على مستوى بين أفراد الأسرة محنة في عملك في مشاريعك محنة كبيرة مع أحد الناس وتخاف منه وتريد أن تخرج من هذه المحنة ماذا تفعل؟ رجاء رجاء نستمع رجاء نستمعي قال الإمام الصادق عليه السلام هذا دعاء المحنة لنا أهل البيت وهو الدعاء الذي دعا به مولاي الأمير علي عليه السلام لما نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله والدعاء هو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من ليس معه رب يدعى يا من ليس فوقه خالق يخشى يا من ليس دونه إله يتقى يا من ليس له وزير يرشى يا من ليس له نديم يغشى يا من ليس له حاجب ينادى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودة يا من لا يزداد على عظم الذنوب أو على عظم الذنوب إلا رحمة وعفوة يا من لا يزداد على عظم الذنوب إلا رحمة وعفوة ثم اسأل الله سبحانه وتعالى ما أحببت فإنه قريب مجيب يقول الأعمش في يوم من الأيام أمر المنصور في رجل بأمر غليظ فحبسه وأراد أن يقتله وإذا به عند الصباح غير رأيه فجيء بهذا الرجل إلى المنصور الدوانيقي فقال له ماذا كنت تدعو الله سبحانه وتعالى فغير قلبي عليك ماذا كنت تدعو أردت أن أقتلك في هذا الصباح وإذا به أريد أن أعفو عنك ويريد أن أهديك ثيابا وناقة وحصانا أي جوادا إلى غير ذلك فقال له إنما دعوت بدعاء المحنة دعاء المحنة لأهل البيت عليهم السلام وقلت بعد ذلك دعاء مولاي الصادق عليه السلام يا من لا إله إلا غيره لأدعوه ولا رب سواه فأرجوه نجني الساعة والله سبحانه وتعالى نجاني واستغذت بكريم لا يرد يعني عبدا ذليلا مثلي جرب ولا تشك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين عليه السلام